نحن في حلقة أخرى من سلسلة حلقات الردود على الدكتور عدنان إبراهيم يقول عدنان إبراهيم في هذا المقطع أن الملائكة عليهم السلام ليسوا بمؤمنين وذكر أنه راجع القرآن قبل أسابيع ثم قال قبل أشهر قليلة ووجد في القرآن أن الملائكة ليسوا بمؤمنين ولكنه قال ليسهم بكفار ولكن شهدوا بالوحدانية وفي نفس الوقت ليست الملائكة بمؤمنين كما زعم الدكتور عدنان إبراهيم وقال أتحدى أي إنسان أن يأتي بآية واحدة في كتاب الله تدل على أن ملائكة الله سبحانه وتعالى أنهم مؤمنين سأقول لكم حقيقة عجيبة جداً جداً لحقها قبل أسابيع أو أشهر يصير جداً لم أجد في كتاب الله العزيز كلمة أو آية واحدة تدل على أن الملائكة تؤمن بالله ما رأيكم؟ يتوني بآية أن الملائكة تؤمن وانتبهوا ستسقطون الآن في المقابلة البتراء يعني هل تريد أن تقول إنها كافرة؟ أعوذ بالله كيف كافرة؟ وحد هذه شاهدة لله الوحدانية لكن ليست مؤمنة وهذا الرجل بكلام هذا يبين لنا أنه لا علاقة له بالقرآن أبداً لا من قريب ولا من بعيد وأن الذي راجعه قبل أسابيع أو أشهر قليلة كما زعم ليس هو القرآن قد يكون راجع مواقع على الإنترنت أو بعض الشيتات والمطبقات والكتيبات التي يكتبها المستشرقون من اليهود وأعداء الإسلام فوجد هذه الشبهة ووجد عندهم أن ملائكة الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمنين فقال هذا الكلام وكذب هذا الكذب والدليل على إبطال كلام هذا المجرم قول الله سبحانه وتعالى من صورة غافر الآية السابعة قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ماذا قال الله عن الملائكة؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فقال الله عز وجل عن الملائكة ويؤمنون به أي يؤمنون بربهم تبارك وتعالى وهذا كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى الجزء السابع ينقل عن السلف ويفسر هذه الآية رحمه الله ورحمهم الله تعالى جميعا قال ابن كثير قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا إلى آخر الآية قال ابن كثير يخبر الله تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المتح ويؤمنون به أي خاشعون له أذلاء بين يديه وأنهم يستغفرون للذين آمنوا أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب فقيد الله سبحانه ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب إلى آخر ما قال وآخر ما نقل عن السلف ونقل قبل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث والآثار فهذا الرجل كلام هذا دليل على أنه لا علاقة له بالقرآن لأنه يتحدى يقول أتحدى أي إنسان يأتي بآية واحدة من كتاب الله تدل على أن الملائكة مؤمنين والآن أتينا له بهذه الآية هذا الدجال المحتال المجرم المحترف في الزندقة والإلحاد والدجل وكذلك يدل هذا المقطع البليد الذي نشره الدكتور عدنان إبراهيم وتكلم فيه يدل دلالة واضحة على جهل هذا الرجل بالدين ويدل دلالة واضحة أيضا من جهة أخرى على أن هذا الرجل لا يطلع على القرآن وإنما يبحث في كتب اليهود والمستشرقين من اليهود الذين يطعنون في هذا الدين ويريدون أن يشككوا الناس في دينهم دين الإسلام ولكن هيهات لعدنان وغيره من المجرمين أيضا هذا المقطع يدل على أن هذا الرجل يريد أن يشكك الناس في دينهم من جهتين الجهة الأولى أنه نفى الإيمان مطلقا عن الملائك ورغم أنه أثبت لهم الوحدانية وهذا تناقض في حد ذاته أيضا يدل على فراغ عقل هذا الرجل من دين الله عز وجل تماما لأنه لا يمكن لأحد سواء كان من الملائك أو من البشر أن يكون موحدا ولا يكون مؤمنا كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا لا يمكن أبدا إنسان موحد أو أحد موحد وليس بمؤمن أو نقول هذا مؤمن وليس بموحد هذا باطل لأنه معلوم للجميع الصغير قبل الكبير أن التوحيد ضده الشرك ضده الشرك وأن الشرك ضده التوحيد وهذا معلوم فقال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم في هذه الآية فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري بالشرك وفسره الله عز وجل في القرآن قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فجاء الشرك الذي هو الظلم في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جاء الظلم الذي هو الشرك جاء مقابلا للإيمان ونحن نعلم أن الذي يقابل الشرك هو التوحيد فقال الله عز وجل الذين آمنوا هذا هو الإيمان ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن فجاء الإيمان ضد الشرك والذي ضد الشرك هو التوحيد فجاء الإيمان هنا ضد الشرك فلا يمكن لأحد أن يكون موحدا ولا يكون مؤمنا لأن الإيمان هو التوحيد بنص هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ثم نقطة أخرى في هذا المقطع عرف عدنان إبراهيم الإيمان بتعريف لم يقوله أحد من علماء المسلمين السابقين ولا اللاحقين ماذا قال؟ قال لأن الإيمان هو يعني معنى كلامه يأتي بالشك يأتي بماذا؟ بالشك وبالاختبار وبالبحث كيف لإيمان وهو عقيدة راسخة تأتي بالشك لا يمكن لأنه لا يجتمع الشك والإيمان في قلب مؤمن أبدا إلا أن يكون في قلب عدنان وهو مجرم ملحد لأن الله عز وجل لما وصف الكتاب الذي لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بالإيمان به قال الله عز وجل ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه أدل المتقين فكيف يجتمع إيمان المؤمن الذي يؤمن بهذا الكتاب بالقرآن الكريم ويجتمع معه الشك فهذا أيضا يدل على جهل هذا الدكتور عدنان جهلا مركبا بدين الإسلام ثم جهله بالأمور التي تعقل كيف يكون مؤمنا ويكون شاكا ويكون مرتابا في الله عز وجل وفي كتاب الله وفي دين الله عز وجل وكيف يأتي الإيمان بالشك هذا باطل هذا من أبطل الباطل هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلي وصعبي وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان